موسيقى صباح الخير مشاهدين أهلا بحضرتك وكل يوم بنقابلكو على مدى ساعتين على شاشة النيل الأخبار وبرنامج هذا الصباح صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا مؤنة صباح الخير مشاهدين في كل مكان فقرات متعددة ومختلفة وفيها أحداث جارية وفقرات تانية زي حدث في مثل هذا اليوم وشخصية اليوم معلومات مفيدة أن أتعرف عليها في هذه الوجبة الصباحية هذا الصباح عندنا النهاردة أكتر من موضوع عندنا موضوع 80 ألف متطوع اللي بيحضروا مبادرة كتف في كتف يوم الجمعة المقبلة في أكبر حملة جمع تبرعات في تاريخ مصر ستكون في استاد القاهرة والحقيقة المبادرة دي يعني من أكبر المبادرات وقبل حلول شهر رمضان وبتستهدف وصول الاحتياجات الخاصة بالشهر الكريم لأكبر عدد ممكن من الأسر المصرية هنشوف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة واللي حيحصل بالزبط يوم الجمعة في حوار خاص في هذا الصباح كمان هيكون معنا حوار عن معرض أيدي مصر للحرف اليدوية اللي بيعتبر نافذة لتسويق المنتجات التراثية وشايفين قد إيه الاهتمام والشغف بالحرف اليدوية اللي بتؤكد هويتنا المصرية والعربية والإسلامية وبتحافظ على انتقال هذه الحرف للأجيال المقبلة وعدم اندثارها بتفتح فرص عمل للشباب وبتسوأ لهم منتجاتهم وكمان فيها جانب غير الجانب الاقتصادي كمان والتراثي جانب سياحي لأنه ناس كتير جدا حقيقة من دول تانية بتحرصناها تحضر هذه المناسبات والاحتفالات والمعارض لاقتناء وشراء هذه المنتجات عندنا معرض ديارنا معرض تراثنا وهيكون حوارنا النهاردة عن معرض أيدي مصر ده طبعا بالإضافة لفقرات مختلفة ومتبعتنا لحالة المرور وحالة التقس والحقيقة التقس النهاردة فيه اختلاف كبير محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عنها لما يكون معانا أحد خبراء التقس لأنه فيه خفاض ملحوظ في درجة الحرارة مش عارفين ده كده الشتاء بيودعنا ولا يعني فيه كلام تاني أعتقد أنه هي يعني الموجة الأخيرة في فصل الشتاء أعتقد كده أنه احنا فعلا ما فوت في نص مارس بالظبط فيتغيالي هتبقى يعني حاجة كده في النص وبعد كده هنرجع تاني ارتفاع درجة الحرارة لينزل من بيته ويخلي باله لأنه فيه خفاض شوية في درجات الحرارة عن الأيام اللي فاتت وفيه نقط مطر كده من حين إلى آخر برضو مش عارفين بقى على آخر اليوم حيحصل إيه هنعرف طبعا من أحد المتخصصين بالظبط خليكم معانا نروح لفقرتنا اللي بنتدي بيها دايما فقرة إيروبيكس من بعدها هنكون معاكم في جولة متولة مع تقارير وأخبار العالم ومتابعات حية ومتوصلة خليكم معانا صباح الخير معاكم كابتن عمر طاهر النهاردة هنتكلم على عضلات البطن والكارديو بالشكل الصحيح بتاعنا وفاصل ورجع لكم تاني وأول تامرين النهاردة في تامرين الكارديو بتاعتنا لو فيه متاح عندنا حبل في البيت أول حاجة هنعملها لإحنا بالنط حبل أربع مجميع في خمسين عادة مش متاح معانا حبل أنا مسك الحبل أعد خمسين عادة تاني على طول حركة على طول وأبتدي أنزل نفسي ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة أجب خمسين عادة وأبتدي أنزل لا يوجد بريك طبعا عشان الحركة عندي يكون سريع وأقف الحركة الصح لجلي ودراعف من السواكتفي وابتدي ألعب الكاردو وسخن كتفة بالشكل الصحيح عشرين وابتدي وارجأ أخش أثبت وانعب عشرة واثبت وكذا أخش ثلاثين عدة بلانك ثلاثين ثانية وانتو سري فور فايف سكس سيبن ايت ناين تين وانتو سري فور فايف سكس سيبن ايت ناين تين دي كده أول مجموعة في الكاردو بتاعتنا ومع تمين الكاردو بتاعتنا هندخل مجموعة اللجناب أول مجموعة بنمسك وزن في أدينا وانزل مستوى رغبتي وانزل الناحة التانية واحد اثنين ثلاثة وده بتشتغل معي على عضلة اللجناب وعصور جامد وعمل شد الناحة التانية يمين عشرين عدة وارجع ألعب دراعي التاني نفس الموضوع انزل لحد رغبتي وارجع واحد اثنين ثلاثة عشرين عدة واخش على طول معاها تمرين البطل ده بالنسبة للناس اللي ما بتلعبش تلعب على الأرض ممكن نلعبه على الجهاز عادي وبنزل وبطلع ما بخبتش دهري تحت عشان ما أصرش على القطنية بقى في مسافة وانزل ثلاثة ونزل نفسي أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اربعة ما جميع في خمستاشر عدة وكده خلصت حلقاتنا يا رب بكونوا استفدتوا واشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله اشتركوا في القناة اهلا بكم مرة تانية ونبتدي معاكم جولتنا في اخبار العالم وتقارير المراسلين نبتدي بخبر عن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مباحثاته مع رئيسة وزراء الدنمارك تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة المجالات الاقتصادية ومجالات النقل هنشوف مقاطف صوتي من المؤتمر الصحفي المشترك لرئيسة الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسون لقد حدثنا مع دولة الرئيسة على المستوى السنائي في اهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ويمكن الفرصة اللي موجودة في مصر سواء من كان موقعها الجغرافي او البنية الاساسية المتطورة او وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح ان احنا نتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البحري واحنا مستعدين زي ما ذكرنا ان احنا في مصر ان احنا نقدم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر وبما لديها خبرة عالمية في هذا المجال ايضا تحدثنا على امكانية ان احنا نتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين والتعاون في مجال الموضوعات التي تخص البيئة ده طبعا يعني ارتباطا بما الجهد لمصر عملته في استقبالها لمؤتمر المناخ في كابتون تي سبين في شهر مشيخ كمان قضية سد النهضة احتلت جاند من مباحثات رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء دنمارك واكد الرئيس مجددنا عن ضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم تشغيل سد النهضة الاثيوبي نتابع مقتطف صوتي للرئيس عبد الفتاح السيسي ورده ده وجدت فيه توافق وتفاهم من دولة رئيسة الوزراء على ان اهمية الوصول الى حل قانوني او اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع اشقائنا الاثيوبيين وده طبعا احنا بنقول ان احنا فيه عشر سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على ايجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع اشقائنا الاثيوبيين نحن نتفهم ان التنمية في اسيوبيا وبنقول الكلام ده في كل مناسبة بس بنقول ايضا واحنا بنوجد واحنا متفاهمين ده وايضا مستعدين لتعاون معهم فيه ان احنا هذا لا يؤثر على المواطن المصر بأي شكل من الاشكال والحقيقة انا لقي التفاهم لدى فخامة رئيسة الوزراء على ان الدولة اللي هي الاكثر جفافا في العالم مصر ما عنداش فرصة انها تتحمل اي نقص من المية يصل لها في اي وقت من الوقت بالمناسبة ما كانش ابدا موجود على نهر النيل عبر الاف السنين ابدا فيه سد موجود بيؤثر على المية سواء كانت المية دي كتير او قليلة المية اللي كانت بتنزل الحصة اللي بناخدها منها هي كانت حصة ما بتتغيرش حتى لو كان فيه صعبات وكنا بنقبل ده اذا هو المطلوب ان احنا نصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتجليل سد النهضة من جانبها اكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن انه جمهورية مصر العربية شريك قوي لبلادها وللقارة الاوروبي انتابع مقاطف صوتي لرئيسة وزراء دنمارك نحن نتقابل في وقت عصيب يوجد في العالم العديد من التحديات ولكننا نتابع حتى من اجل ايجاد حلولي لتغير المناخ والطاقة الخضراء في هذا العالم العيران مستقر اود ان اؤكد انني اعتبر مصر كشريك قوي لدنمارك ولأوروبا والشراكات بين مصر والاقاليم المجاورة هي مهمة في ظل التحديات العالمية كذلك فيما يخص الشراكة طويلة الامر فانها يجب ان تنبني على حوار يستند الى الاحترام كما كان حوارنا اليوم كما ان كذلك الحوار كان مصري فيما يخص القضايا الخاصة بالطاقة والهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التي نواجهها والتزام من المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الاجيال القادمة وللشباب في مصر وفي افريقيا وفي العالم كانت رئيسة وزراء دنمارك وصلت القاهرة في الزيارة تستغرق ثلاثة ايام وكان في استقبالها رئيس عبدالفتاح السيسي وده بتزامن مع الاحتفال بمرور 65 عام على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عقد الجانبان جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيدة ميتا فريدركسون رئيسة وزراء الدنمارك وصرح المستشار احمد فاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين حيث اعرب الجانبان عن التطلع الى ان تسهم الزيارة الرسمية الاولى لرئيسة الوزراء الدنماركية الى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات خاصة مع مرور 65 عاما على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وقد تناول اللقاء ابرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والدنمارك خاصة ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين والطاقة المتجددة والنظيفة حيث اكد السيد الرئيس عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر بما في ذلك انشاء محور اقليمي لانتاج الوقود الاخضر للسفن كما تم التباحث حول كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ حيث اعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير لدور مصر في العمل المناخي الدولي وتم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخة كما اشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بههود مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تفرده هذه الجهود من اعباء مؤكدة ان المصر شريك حيوي للقارة الاوروبية في هذا الملف الهام واضاف المتحدث الرسمي ان الجانبين ناقشا ايضا تطورات الملفات الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة تدعيات الازمة الروسية الاوكرانية وما تفرده من تحديات اقتصادية غير مصدوقة على امن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي كما تم تبادل جهة النظر بشأن اخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة حيث تم التوافق بشأن اهمية التوصل الى اتفاق قانوني منزل لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الاطراف اكد رئيس الوزراء مصفى مدبولي اهمية تعزيز العلاقات المصرية الدنماركية على الصعيد الاقتصادي لسيما في مجال تحول الطاقة واوضح ان توسع نطاق العمل بمشروعات الطاقة المتجددة والهايدروجين الاخضر يعد على قمة اولويات عمل الحكومة ويمكن تعزيز التعاون في هذا المجال مع الدنمارك كما يمكن ان يمتد هذا التعاون ايضا في مجالات استراتيجية مثل الادوية جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي جلسة مباحثات موسعة مع نظيرات الدنماركية ميتا فريدريكسن واللي اكدت خلالها على ان في العديد من ملفات التعاون التنائي بين البلدين وبيشمل ذلك ايضا جهود تنمية العلاقات الافريقية الاوروبية شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ايضا التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك ووقع على اتفاقية التمديد كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المرقبي والسفير سفيند اولينج سفير الدنمارك لدى القهر بموجب التعديل الذي تم توقيع عليه بيتم العمل بالاتفاقية لمدة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات بغرض اتاحة وقت اضافي للاطراف الموقع لاجراء الانشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يوليو 2020 والتي تغطي التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية واشد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعلاقات العمل الممتدة مع شركة جنرال موتورز على مدار العقود الماضية واعرب عن ترحيب الحكومة بخوضة الشركة للتوسط وفي انتاج ترازات جديدة من السيارات داخل مصر جاء ذلك خلال اجتماع العقد الدكتور مصطفى مدبولي مساء امس مع انكوش ارورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات وكيل شركة جنرال موتورز الامريكية لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية للشركة في السوق المصرية وذلك بحضور جاك افال مدير شركة جنرال موتورز لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا ودانيل ارف رايكس نائب رئيس الشركة للعلاقات الدولية وشؤون السياسات العامة الدولية وشارون نيتشي رئيسة شركة جنرال موتورز في مصر من جانبه اكد انكوش ارورا على اقتناع شركة جنرال موتورز بالامكانات التي تمتلكها مصر في مجال صناعة السيارات خاصة مع اصدار الحكومة لبرنامج تنمية صناعة السيارات في مصر اكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تسوية الازمة السورية في اسرع وقت بما يتوافق مع القرارات الدولية حفاظا على سلامة ووحدة الدولة السورية وانهاء لجميع صورة الارهاب والتدخل الاجنبي بها كما اكد على استمرار دعم مصر الكامل لجهود الامم المتحدة في سوريا جاء ذلك خلال محادثات اجراها وزير الخارجية مع مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا جير بيدرسن اللي اعرب عن تقديره لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الازمة وتقديم الدعم الانساني في اطار الدور المحوري لمصر بالمنطقة اشهد كلاوس شاورمان رئيس الاتحاد الدولي الخماس الحديث بحسن تنظيم واستضافة مصر لفعاليات بطولة كأس العالم الخماسي الحديث واللي شارك فيها اكتر من 153 لاعب ولعبة يمثل 35 دولة حول العالم على هامش ختام فعاليات البطولة اجرى الزميل عبد الحميد سقر الحوار التالي مع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماس الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي اعزائي مشاهدي قناة النيل اخبار اهلا بكم في ختام منافسات بطولة كأس العالم للخماس الحديث ستة ايام من منافسات قوية بين اكثر من 35 دولة تنفس فيها اكثر من 153 لاعب ولعبة من مختلف دول العالم للحديث اكثر حول هذه المنافسات مع ومعكم المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماس الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي تحياتنا والف مبروك يا فندم على نجاح بطولة كأس العالم الف مبروك لمصر حاجة مشرفة جدا بشهدة الدول كلها وشهدة الاتحاد الدولي الحقيقة يعني بطولة اكثر من رائعة تنظيم رائع حكام رائعين منظمين رائعين يعني كل حاجة مشت رائعة حتى نتائج المصريين كانت يعني رائعة برضو فوز سلمة ايمن بالبرونزية وملك خالد بالمكز الخامس بداية موفقة للتأهل لأولمبياد باريس احمد الجندي بعد يعني هرجوه من الاصابة لسه مش جاهز مية في المية انما برضو بحقق لنا الدهب هنا مهند طارق بمركز الرابع حاجة اكثر من رائعة النهاردة كنا نتمنى طبعا في زوجة مختلط نكون على منصة التتويج انما منتخبنا اهلت المركز الرابع هايدي عادي لمهند طارق برضو نتيجة كويسة الحمد لله في طريق الى تجميع النقاط لباريس 24 مستر كناوسرس الاتحاد الدولي يأكد وعلى يعني بيشكر الاتحاد المصري على التنظيم وفعلا بيشيد بالبطولة دي اللي هي أولى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 24 بيزن الله نتكلم على أولادنا اللي حاول نتائج طيبة زي مساء تكلمت عنها خاصة عندنا ملك سنها صغير وحاية يعني مركز كامس عالمي طبعا طبعا احنا أولادنا كلهم يعني لدينا 12 ولد و12 بنت احنا فريق القوامل فريق اللي بينافس على أولمبياد الوصول أولمبياد باريس أربع بنات وست أولاد للأسف على مقادين فقط يعني مقادين الولاد ومقادين البنات ده الحد الأخصى لأي دولة ان شاء الله حنوصل لحد الأخصى مع الناس الشك في هذا انما لازم نوصل بقوة عن طريق الرنك العالمي أو بطوات العالم عشان نقول احنا هنا احنا بالنافس عمليات ان شاء الله باريس وده هو الهدف الأكبر اليوم كان اخر منافسات يمكن الفروسية وانعرفنا ان هي في المنافسات القادمة بإذن الله هتلغى من جميع المسابقات الخماس الحديث حول العالم يمكن مصر استطاعت انها تحصل على التنظيم لوجود ملاعب عندها جاهزة ملاعب قائمة بالفعل لاستقبال كل المحافل تقييمك يلسيا لا الفروسية عشان الفروسية هتلغى بعد أولمبياد باريس يعني لسه موجودة على مستوى الكبار السنة دي 23 و24 لغاية باريس باريس هي اخر بطولة هتلاقب فيها فروسية كلاعبة خمسة عندنا بعد كده تم استبدال الفروسية بحاجة اسمها يعني تسلق كده بس بقى من غير ايه من غير حصان يعني الحقيقة يعني وده حيبدأ من السنة دي في مراحل الناشئين والشباب وبن بعد باريس حيكون على مراحل الكبار كمان مهد شريف الاريان لسلتحاد المصر الخمس الحديث ولا برسلتحاد الدولة أشكرك وتمنياتنا بالتوفيق دايما ومزيد من نجاح والتوفيق إن شاء الله شكرا شكرا لكم شكرا على التغطير نسبيا خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيتوقعوا النهاردة تقسي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر والسوحل الشمالية ماء للدفء على شمال الصعيد وجنوب السيناء وماء للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر طيب إحنا معانا على التليفون دكتور محمود القياتي وهو عضو المركز الإعلامي لحيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فندم على حضراتك وعلى كل أستاذ المشئينين يعني النهار دا الحقيقة لقينا في انخفاض شوية في درجات الحرارة في هطول بعض الأمطار الخفيفة يعني حتى الآن طقس النهار دا وتوقعات حضرتك لغاية آخر اليوم إيه بالفعل إحنا اليوم بدأنا نشهد بداية دخول كتل هوائية شمالية باردة من مناطق أوروبية انخفضت تبعا لها درجات الحرارة في كافة مناطق الجمهورية بقيم وصلت لحوالي 8 درجات مئوية يعني العظمى اليوم متوقع أنها تكون في حدود 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و18 درجة مئوية على السواحل الشمالية بعد ما سجلت بالأمس ما بين 27 دي 28 درجة مئوية أيضا اليوم بيستمر معنا مشاط الرياح مع هذه الكتل الهوائية الشمالية الباردة دا بيعطينا مزيد من الاحتاس ببرودة الطقس وبيؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الموج على أقصى تقدير إن شاء الله هيكون في حدود 3.5 متر مع هذه الحالة الجوية بكل تأكيد وجود منخفض جوي في الطبقات العليا للهواء دا بيعمل على تكاسر للسحط المنخفضة والمتوسطة والرعبية الممترة على أغلب مناطق الجمهورية بالفعل مستمر معنا اليوم فرص الأمطار اللي هتكون متوسطة ورعبية على محافظات الساحل الشمالي لكن القطاع الشرقي من الجمهورية هو ليه النصيب الأكبر من الأمطار هذا اليوم يعني سينة بالكامل محافظة البحر الأحمر المدن الجديدة الموجودة في شرق محافظات الصعيد كل هذه المناطق معرضة اليوم لأمطار من متوسطة لغزيرة ورعبية في بعض الأحيان كميات الأمطار اللي هتسقط على سينة وعلى البحر الأحمر بكل تأكيد متوقع أنها تؤدي إلى تشكل السيول على نهاية اليوم فبالتالي يجب توخي الحيطة والحجر الأمطار دي هتمتد لمناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري لكن بشدة أقل هتكون من خفيفة لمتوسطة في غالبية مناطق القاهرة الكبرى الفرصة دي مستمرة حتى نهاية اليوم إن شاء الله لكن بداية من الغد هبدأ نشهد بداية تحسن في الأحوال الجوية يعني بداية من الغد هتبدأ تنحطر الأمطار فقط على السواحل الشمالية مع فدال سرعات الرياح لكن من الغد هتظل لمعنى انخفاضات درجات الحرارة يوم الخميس القادم إن شاء الله همزيد من التحسن والاعتدال في الأحوال الجوية هتبدأ ترتفع درجات الحرارة لتصل في حدود 24 ل25 درجة مقوية هل ذا يعتبر الانخفاض أو التغير الأخير في درجة الحرارة في فصل الشتاء لأنه المفروض أنه فصل الشتاء رسمياً هينتهي قريب مش كده يا فندم؟ بالفعل فصل الشتاء متوقع أنه طبقاً لموقع مصر الجغراسي ينتهي في 20 من نارس الحالي علشان يبدأ فصل الوريع في 21 من نارس لكن خلينا نقول أن الفترة النهائية اللي احنا فيها حالياً في فصل الشتاء بتكون فترة تقلبات جوية ده بسبب أن تبدأ مصر تقع في مفترق الكتل الهوائية مش بيكون عندنا تجانس كبير في الكتل الهوائية عشان كده بيلاقي بعض الأيام ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة بيليها انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة لكن ما نقدرش نقول أن انخفاضات درجات الحرارة انتهت نهائياً هذا العام أو في هذا الشتاء لأن مستمر معنا التقلبات الجوية حتى نهاية الأول شهر على الأقل من فصل الربيع تمام احنا بنشكر حضرتك أستاذ محمود القياتي عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية شكراً لوجودك معنا نروح لشخصية اليوم كل يوم بنحاول نلقي الضوء على أحدى الشخصيات العالمية في أي مجال من المجالات شخصيتنا النهاردة هي ماري كوري أول امرأة تحصل على جائزة نوبل وهي علمة فيزياء وكيمياء والوحيدة الحاصلة على جائزتين نوبل للعلوم في مجالين مختلفين ولدت عام 1867 في بولندا وتوفيت في باريس عام 1943 أسهمت ماري كوري في مجال الطب بشكل كبير استطعت تغيير فهم العلماء للنشاط الإشاعي وده ساعد في اكتشاف علاج لمرض السرطان وده بعد مأجر الدراسات تعتبر الأولى لعلاج الأورام باستخدام النظائر المشعة نظرا لانخرطها في العمل على أبحاثها طوال الوقت يقال إنها أول من ابتكر موضة الزي الواحد عرفت بزي واحد أسود اللون ترتدي دائما لا تملك غيره وقالت إذا كنت تريد أن تعطيني زيا أرجو أن يكون عمليا داكنا حتى أتمكن من ارتداء من أجل الذهاب إلى المختبر أما عن حياتها الشخصية والعائلية زي ما احنا شايفين في الصور تزوجت من الفيزيائي الفرنسي بيير كوري في 26 يوليو عام 1897 بعد ما تعرفت تعليه لأنها كانت في حاجة إلى مختبر لإنجاز أعمالها بعد التخرج ويشتغلوا مع بعض وكتشفوا التوافق الفكري الكبير بينهم في مجال الاهتمام بالفيزياء والكيمياء قرار الزواج على أن تستمر ماري في عملها كمدرسة وبحثة مع زوجها حصلت ماري على درجة الماجستير في الفيزياء عام 1893 ثم حصلت على شهادة الماجستير بالرياضيات في السنة التي تلتها وبعدها حصلت على ديبلومة في التدريس عام 1903 حصلت على الدكتوراه في الفيزياء ووصف أساتذتها أطرحتها بأنها أفضل مساهمة علمية نشرت على الإطلاق حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء وكانت الوحيدة في تاريخ الجائزة اللي حصلت على جائزتين نوبل في مجالين مختلفين واكتشفت عنصري البولونيوم والريديوم وده طبعا كان مستهمة كبيرة جدا في مجال علاج استراطان وطورة الأشعة السينية وحولتها لجهاز متنقل تكريما لها حمل العديد من مراكز الأبحاث العلمية والطبية اسمها زي معهد كوري وجامعة بير وماري كوري في باريس وهي أول بروفيسورة في جامعة السربون أحدثت مصطلح جديد في الفيزياء الذارية هو النشاط الإشعاعي وحصلت بالاشتراك مع زوجها على ميدالية ديفي من الجامعية الملكية عام 1903 وحصلت أيضا على العديد من الدرجات الفخرية من جامعات حول العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر